من مجزء الأخبار من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية وخلال اجتماعاً لاستعراض نتائج اللجنة الأولية لعوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حولها وفق المعايير الدولية وخلال اجتماعاً آخر وجه الرئيس السيسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية في محيط الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ لتتكمل رموز السلطات الرئيسية في الدولة في نتاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة كما وجه الرئيس بتطوير منظومة التقادي وميكانة خدمات وزارة العدل فضلاً عن توسيع نتاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات وبناء على تكلفات من الرئيس السيسي قام رئيس جهازة المخابرات العامة عباس كامل بزيارة إلى مدينة رامالة الفلسطينية وتل أبيب لمتابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام وكان في استقباله بمدينة رامالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث نقل رئيس المخابرات رسالة من الرئيس السيسي تتضمن التأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بكافة المناطق الفلسطينية تأتي الزيارة في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها السيد الرئيس أكد خلال اجتماعه الأسبوعي بالعالمين الجديدة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التركيز حاليا ينصب على تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعية ضد فيروس كورونا مشيرا إلى مسؤولية رؤساء الجماعات عن متابعة تطعيم العاملين والطلاب من جانبها أعلنت وزيرة الصحة إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا يسهم في عدم تأخر حالة المصابين بنسبة 70% وبالتالي تقليل نسب الوفاء أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان حالة وفاء كما أعلنت خروج 429 متعاف من الفيروس من المستشفيات بعد طلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234 878 حالة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده ستبقى في أفغانستان لحين إجلاء جميع الأمريكيين حتى لو تطلب ذلك البقاء بعد 31 من أغسطس وهو المواد النهائي المقرر لانسحابها واعتبر بايدن أن حدوث فوضى في أفغانستان كان أمرا لا مفر منه بعد الانسحاب الأمريكي مؤكدا في الوقت ذاته على وجود صعوبات في إجلاء المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع بلده وكانت الإمارات العربية المتحدة قد استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غاني وعائلته حيث غدر أفغانستان بعد سيطرة حركات طالبان عليها الأحض الماضي وقالت الخارجية الإماراتية أن استقبل غاني وأسراته جاء لأعتبارات إنسانية وعقبها تركه أفغانستان قال غاني عبر فيسبوك أنه ترك بلاده تجنبا لإراقة الدماء بعد أن احتكمت طالبان إلى السيف والبنادق محملا إياها مسؤولية الحفاظ على أفغانستان في عضون ذلك قال وحيد الله هاشمي العضو البارز بحركة طالبان قال إن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم بعد أن سيطرت طالبان على زمام الأمور بينما من المرجح أن يظل الزعيم هيبط الله أخوان زادة زعيما أعلى للحركة وأكد هاشمي المقرب من هيئة صنع القرار في الحركة أن طالبان ستتواصل أيضا مع الطيارين السابقين وجنود من جيش الأفغاني للانضمام إلى صفوفها كان الطالبان قد قتلت الآلاف من الجنود الأفغان على مدى العشرين عاما الماضية واستهدفت في الآونة الأخيرة طيارين تلقوا تدريبهم على يد القوة الأمريكية نهاية المجازة للقاء اشتركوا في القناة